يعني لما نيجي نقول هل في علاقة بين الرضا وبين الإخلاص يعني فيه ناس تقوم قيلة ما أنا يدوب على قد فلوسهم أنا حعمل شوية دول كده على قد الفلوس بتاع أنا حاجة بتأخر نهاردة وما جراش حاجة وحلو كده واليوم متقضى وكده كل واحد لو راضي بحاله ومقتنع أنه هو ده رزق من الله سبحانه وتعالى وده ما لوجه أي علاقة بالسعي يعني نسعى أن احنا نتحسن ونسعى أن احنا يجي لنا رزق زيادة ولكن أشتغل أيا كان الشغل المطلوب مني وأيا كان الأجر ما ارتضى الأجر فعليه العمل نعم هو فيه ارتباط وثيق جدا بين الإخلاص والقناعة والرضا لأن كل من كان مخلص المخلص ده مش بيراعي الناس ومش بيعمل عشان الناس ومش بيشتغل في وظيفته أو في مكانه عشان خاطر الناس وبيشتغل عشان خاطر دي رسالة ودي مهمة وربنا سبحانه وتعالى اللي أمروا بكده فبيشتغل مخلص لله سبحانه وتعالى طالما تحقق عنده الإخلاص مباشرة هيبقى عنده قناعة ويبقى عنده رضا ليه؟ إنه أدى ما عليه وهو عنده يقين أن ربنا قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء أي إن كانت الشغلان أي إن كانت الشغلان يعني حاجة بسيطة حاجة كبيرة حاجة فريقة في حياة الناس حاجة عادية جدا في كل الأحوال لازم تتقدى كويس؟ أي وظيفة كانت أو أي عمل كان صغير أو كبير فرب عمل صغير تعظمه النية إن حاجة صغيرة خالص وربنا سبحانه وتعالى يعني يحثنا على ذلك وسيدنا النبي بيبين أن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن كان قليل فالحاجات الصغيرة والأعمال الصغيرة وفي ناس حاسة أن الكلام ده مش ليهم ليه؟ لأنه ده حاجات كبيرة يا مولانا لا مش ده في كل شيء في كل شيء كل ما كان العمل خالص لله سبحانه وتعالى كل ما كان فيه داخل الإنسان قناعة بأن أنا عمالت اللي علي والباقي مش بتاعي عمالت اللي علي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعبني أن الله هو الرزاقه ذو القوة المتين وهو اللي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها وهو اللي قال وقدر فيها أقواتها فربنا اللي قال كده وربنا سبحانه وتعالى اللي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ويقسم بعدها بعد ما قال رزقكم في السماء مش في الوظيفة ولا غيره أنت تعمل بس اللي عليك بخلص لله سبحانه وتعالى اكتهد في الأسباب والباقي ما تشغلش بالك به يعني خد بالأسباب والباقي ده بتاع المسبب سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون زي ما بتتكلم كده بزرط ففي ارتباط وثيق أن كتير من الناس عنده إشكالية في النقطة دي أنه هو مش بيقدل عليه بالشكل المطلوب وفي نفس الوقت عايز كل اللي ليه بأزيد من المطلوب أو بأزيد من المتحلي وده دي إشكالية كبيرة في مفهوم الإخلاص الناس فكرة أن الإخلاص ده في العبادة بس أنا في المسجد أنا في المسجد ببقى مخلص لربنا سبحانه وتعالى وبحاول أكون مخلص يعني ومفهوم الإخلاص أكبر من كده خالص مفهوم الإخلاص في كل أمور الحياة وربنا سبحانه وتعالى في كل المعاملات الحياتية أمرنا بالإحسان ففيه فرق بين أداء العمل وبين إحسان العمل الأداء العمل ده كل اللي بنقديه الموظف اللي هو بيجي ومفروض يجي الساعة 8 ويمشي الساعة 2 بيجي 8 إلا 5 ويمشي 2 و5 هو كده جيه في الوقت المطلوب انت جيته إيه بقى؟ هو أنت جيه هو أقدم صالح للناس ولا لأ وراع حق العمل عليه وقد حق ربنا عليه وأتقن العمل بتاعه ولا لأ دي قصة تانية خالص عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما كانت جيه دايما في الآيات القرآنية وحديث سيدنا النبي بيتكلم عن الإحسان مش أنك تيجي وتأدي زي أي حد مرتبة الإحسان أنك تحسن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله لا يضيع أجر مش من عمل من أحسن عمل اللي هو كان أعلى إنتاجية اللي هو عمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى اللي هو أدى رسالته مش اللي هو جيه قضى وقت وعلى قد فلوسهم زي ما حضرتك بتقولي أو اللي هو كان بيتزرع بحاجة عشان خاطر ما يعملش المطلوب منه شكرا